نرجع تاني بقى ونتكلم مع كابتن واريوات سريعا عن النادي الاهلي النادي الاهلي بتورة الافريقية الماتش اللي هنا شايفه ازاي واللي هناك شايفه ازاي لا الماتش صعب جدا وهقول كلام الطبيعي لنه كل الناس تقوله ان احنا لازم نحسب المباراة من هنا والنادي الاهلي لازم يحسب المباراة من هنا لان هيبقى فيها صعوبات طبعا في المغرب انت راح في المغرب هتعيش الاجواء اللي عشتها قبل كده والناس عارفة الاجواء بتبقى شكلها عمل ازاي هناك انما الاقل فرقة مختلفة بتاعت النادي الاهلي والمدرب مختلف بتاع النادي الاهلي يمكن موسماني لما راح المباراة بتاعت الوداد اللي خسرنا فيها الفاينال ما كانش راح في احسن حال يعني ما كانش راح وهو مبسوط كان عنده مشاكل كتير في النادي فما كانش مركز التركيز الشديد انما كولر ابتدى يوصل لمرحلة انه بقى فاهم اللعبة الافريقية بتتلعب ازاي والدنيا في افريقيا ماشية ازاي انما لازم لعبت النادي الاهلي تبقى حضا في اعتبراتها ان انت الفرقة دي وغضا منك اتنين فاينال فده ده يعني الناس اللي كانت بتنادي بالطار مع سان داونز انت سان داونز كذبانك ولكن كذبانك في مطش مجموعات يعني مش قصة انما ده مخسرك بطلطين الوداد مخسرك بطلطين الغيابات بتقلقك؟ طبعا اي غيابات من اللعيبة الستاند اللعيبة الاسية طبعا لازم تأثر هل هما مين في النادي الاهلي دلوقتي؟ والاهلي دلوقتي فيه اساسي احتياطي؟ رجل بيعمل روتيشن في اي حد بينزل بيتقلق ممكن اي تشكيلة تشوفها يعني اي اسم ممكن تقول لي ده اساسي يا الله احتياطي ابتدي بكهرابي ابتدي بشريف واحد يلعب بطاهر يلعب بحسين الشحات اجاوب؟ اه لا طبعا لا الرجل عنده اساسيين وعنده ناس احتياطيين محمد عبد منعم مروان الشنوي اه مش واي باقي وعلي معلول لأ وبيرستاو من الاسسين اه واحسين الشحات من الاسسين اه وكهربا الفرود الاساسي لانما اي روتيشن تاني بس انا عندي قناعات مختلفة عند اللي بيتقال في الاعلام ايه هو بقى؟ انا قناعاتي ان الراجل ما كانتش بيعمل الروتيشن بسبب الروتيشن عشان الاجهاد والاصابات والكلام ده الراجل ما كانتش عايق عارف يوصل للتشكيلة صح صح اللي هي الفنية ما حدش داله 100% اه لغاية ما وصل للتشكيلة بس كل الداله 100% في وقت واحد لا هي حسب المنافس اه الراجل التالي دخل الروتيشن لما بيشوف ان المنافس وبيقرأ المنافس ممكن يكون مش محتاج المية في المية فبيدي التحتاني في المية حراست المرمى مقلقك؟ حراست المرمى مقلقاني؟ لا انا مش قلقاني لان انا مصطفى شبير كان او هو اللي هيلعب يعني اه ما هو دلوقتي ورد مصطفى ورد علي ورد الشناوي احنا مش عارفين مين مش عارفين مين طيب الشناوي طبعا مش هنتكلم عليه لانه هو الحرس الاول فما فيش اي ازمة فيه يعني علي بيقدم مستويات كويسة وبرضه جاي اصلا قبل الشناوي كان جون كبير في الدور المصري وفي منتخب طبعا مصطفى شبير كان معي شخصيا في المنتخب الاولمبي اللي فات فانا عارف ان مصطفى جون كويس جدا وجون شخصية كويسة وجون وليه بقى اقول شخصية كويسة لان حارس المرمى مهم ان يكون شخصية ماتش زي ده ما ينزلموش او ممكن ماتش زي ده يصياتو مفيش لعيب بيفكر التفكير دوت هو في الاخر اللعيب مستني فرصة ربنا بقى اديك الفرصة تسعين ميئة يوادوك كده يوادوك كده طبعا طبعا مش انت ومين من اللعيب الكبار ما كانتش فرصته كده وانت مش هازم تاخد الفرصة متدرجة بحرس المرمى بيتحسب عن نفس واللعيب والله بيتحسب عن نفس